هذا لويس الرابع عشر باني قصر فرساي الذي يعتبر من أهم معالم مدينة باريس ويرمز للحكم القديم في فرنسا عمر هذا القصر 350 عام تقريبا سكنوا عدة حكام في فرنسا كان آخرهم لويس السادس عشر الذي يعدم مع زوجته بالمقصلة في ميدان الكنكورد هذه أشهر قاعة في قصر فرساي قاعة المراية فيها 17 مراية على 17 نافذة على حدائق القصر في القصر هذه التحفة عبارة عن ساعة لم يعرف الغرب الساعات إلا عن طريق العرب المسلمين حينما أهدى هارون الرشيد ساعة إلى شارلمان بعد مغادرة موفد هارون الرشيد أرهبت هذه الساعة رهبانهم فاجتمعوا وحطموها كي يخرجوا الشيطان الموجود داخلها كانوا في ظلمات لو تلاحظون اكتب دويس إكس في آي 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 هذه الأرقام الرومانية المستخدمة قديمة أما الأرقام اللي تحت هذه هي الأرقام اللي يخذوها عن العرب جميع المجسمات اللي تظهر في الصورة من مجسمات واسترلاب وآلات رصد ما هي الاكتشفات عربية نسبوها إلى أنفسهم وما الأندلس من هنا ببعيد هذه غرفة نوم لويس السادس عشر وزوجته مارين طوانيت كان يعيش في قمة البذخ بينما الشعب يرزح تحت وطأة الفقر والجوع فوق هذا كله كان سلطاناً ظالماً غاشماً كان عنده سجن يسمى الباستيل رمز للقهر والظلم كان يسجن فيه معارضيه انتشر الفقر حتى وصل بهم الحال لم يجدوا خبز يطعم فيه أبناءهم فتجمع نساء باريس وهاجموا قصر فرساي مسيرة النساء مشهورة بالتاريخ الفرنسي بعد أن أحكم الحصار سألت مارين طوانيت زوجة لويس ماذا يريدون فأجابها الحرص لم يجدوا خبز ليطعموا أبناءهم فأجابت إجابة خلدها التاريخ إذا لم يجدوا الفقراء خبز ليأكلوه لماذا لا يأكلون الكعك كانت تعيش في واد النعيم والشعب في وادي الفقر وكما قيل الثورة عمياء تأكل الأخضر وليابس انتهى المطاف بلويس السادس عشر ومارين طوانيت انقطعت رؤوسهم بالمقسلة في ساحة الكونكورد هناك مثل فرنسي يقول إذا غضبت الفرنسية جميع الحيوانات تنفر من حولها دليل على قوة المرأة الفرنسية وتذكير بمسيرة النساء ترجمة نانسي قنقر